السلام عليكم و مرحبا بكم في وصفة جديدة اليوم ان شاء الله سوف نقوم بيزة خفيفة سهلة سوف نقوم بخبز التورتيلا و سوف احضرت لكم الوصفة في فيديوهات السابقة و سوف نجعلكم رابط الوصفة في صندوق الوصف و قبل ما نبدأ و لا تنسى تشجيل الليجم و تعليق و بارتاج للفيديو سوف نسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سوف نبدأ في الوصفة بسم الله انا وش عندي عندي خبز التورتيلا و خبز التعكوز خبز الشاورمة الخبز اللي عند كتيره احنا يا كيما كنت الكومراني راح نحط لكم رابط الوصفة في صندوق الوصف شوفوا انا يديت هنا يا لحسب وش عندي راح نخدمها بيتا وش راحين انديرو راح وش عندي عندي زيتون مقطع الدوار عندي فورماج عندي بيض وعندي لاصوس طومات انا انا ترتين معكم راح نخليكم ان شاء الله رابط الوصفة في صندوق الوصف ما حبيتش نديلكم كامل الوصفات بس كل فيديو يجينا اطويل بزيف وموميل اديت مقلة اه هنا هي باش ادي مقلة اللي ما يلسق ستجوغ كما نقول لكم اه باش جاءت ايفيت وهذه كتاعة التلسق اديت زبدة او كنت دهنتها كامل ولا ماركارين دهنتها رصتحتها على المقلة ورايح هندير بين خبزة وخبزة نضيف خبزة واحدة من نعرفها ارقيقة بزيف وراحها تغبنا نضيف الخبز اللي اولي نفرشها اليها الفرماج رابي كما كنت شوفوا ديت فرماج رابي ونزيد عليها الخبزة الثانية شوفوا معايا بهذا الشكل وراح نفرغ عليها لاصوس كما قلت لكم نضيف عليها لاصوس طماط شغ بيتزا عادي ندهن كامل السطحة على الخبزة التورتيلا وراحها نحط عليها دوار تعزيتون هنا هي وش عندك ديري انا درتها بسيطة واقتصادية كما نعرفو لدريري هذا وش يبغي حاجة خفيفة وراحها نربي عليها البيض درت بيض مغلي رابي عليها وفي الاخير نزيد عليها فرماج رابي كما قلت لكم هنا هي اللي عندك ديريها عندك الجاج عندك زيتون فرماج الى عندك فرماج الابيض ثاني تقدرين تديري ولا فرماج بوغسيون كما قلت لكم هنا هي اختياري كل واحد كل واحدة ووش عندها نكمل انا كامل رزلها الفرماج على السطح ونزيد عليها كما كنت شوفو فرماج ابيض هنا كما قلت لكم تقدروا فرماج بوغسيون ولا عادي نديرو على كامل الخبزة وراحها نحطها على النار هنا يا اه طفاة طيابها ديريها على النار متوسطة حتى لي تسخن معاك المقالات حسيها تسخنة معاك غطيها ونقصي لها للنار متنقصي لهايش بزيف مي اتونسيون تتحرك معاك كي تزيدي لها للنار شوفو معايا راح نزيد معاكم خبزة واحدة وخرى بنفس الطريقة اديت هنا يا نسيت ما قلت لكمش خبزة تورسيلة لكنت عن ذلك محمرة اسي الجالي محمرة ديريها من الفوق كما اشتو معايا ودير عليها الفرماج بنفس الطريقة زيد عليها الخبزة الثانية ونطلي التكامل السطح بالسوس طومات هنا يا هدلها صوس ما كنت تدرت فيها ويلوط طوماتي شتعل حبها كنت قطعتها ودرت معها زعيتها اورند والزيت 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 والزياد هدلها في طيبها للكحل هذا وجدرت فيها ديتها في ديليه في طعجين وليفي كوكوز لنقصي عليها لنار كي تطيب مكسيها وطفي عادي ما قلت لها نبصل نيمة نيوالو المهم بهذه الطريقة راح تجيكم إنسوس بزاف شابة سيغطوك تديري لها الرند وزحيتها نكمل انا بنفس الطريقة كما دلنا في الخبز اللولة دلت لها الزيتون مقطع الدوار بهذا الشكل ورايح نرابي عليها البيض ونزيد نحط فوقها الفورماج رابي بهذا الشكل ونضيرها الطيب كما قلت لكم قسمة سخن المقلاء نقصولها راح نغطوها باش يذبنا هذك الفورماج شوفوا معايا هنا المقلاء رايسخونة بس كي كنت طيبت واحدة عاما قبل راح نغطيها ونخليها الطيب شوفوا معايا هنا راح نبدأ الفورماج يذب معنا كي ما قلت لكم غطوها باش دينة طرية ودينة تقرمش من البرا شوفوا راح نحطها بعد اللي طابت معنا شوفوا هنا يا الفورماج بين الطبقات راح يشدنا هذو الخبزات ودينة محمرة ملتحت ودينة تقرمش راح نقطحها معاكم بهذا الشكل هذي راح تعطيكم اه شكل تاع البيتزا كي ما نحرفو ذو كادرينة ميقرة ويبغوا هذو الوصافات الخفيفة ونشوفوا راح تشوفوها معايا كيفا شدينة خفيفة هنيا كي ما قلت لكم راح نزوج الطبقات هنيا متجيكم محطنا ما ويلو راح تجيكم مقرمشها وراح تجيكم محمرة ملتحت كي ما قلت لكم هنيا تيا تحكمي في النار تاع القليل وشكل نهائي تعال وصفتينا تعانها اليوم كنا دلنا بيزا ابدو نحاجن راح ان شاء الله الوصفات تكون راح اجبتكم وما تنسوا جذيو لي جام وتخلو لي تعالق تال الله في روحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في امان الله سلام ترجمة نانسي قنقر